يا ترى ايه الوظائف المناسبة للشخصيات اللي بتميد الى التحفيز الخارجي والوظائف المناسبة للشخصيات اللي بتميد الى التحفيز الداخلي خلينا نتفق في الاول من خلال الشرح اللي احنا قلناه قبل كده هنلاقي بكل بساطة ان المحفز خارجيا بيهتم بالايه؟ بالعلم الخارجي وبالتالي في المهمة او الوظيفة اللي بيقوم بيها هيكون مهم جدا بالنسبة له رأي الناس او رأي العملاء والشخصيات دي بتكون نجحة جدا 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 في شغلها ليه؟ لانه بيهتم بكل كبيرة وصغيرة العميل بيطلبها منه فالعملاء بيحبوه وبيبقى ناجح جدا مهنيا طيب الشخص اللي هو محفز داخليا بيعتمد على الفدماجه وبيعتمد على اللي هو مقتنع بيه فبينفز بس اللي بيتناسب مع قناعاته وبيبقى له العملاء برضو بتوعه بس اللي بيقدروه واللي بيحب طريقته فقط لا غير هنشوف ان ده ناجح وده ناجح ولكن بدرجة بنسبة ونسبة طبعا لان الموضوع مختلف اكيد ما بين الاتنين وبالتالي المحفز خارجيا هيهتم بالوظيف اللي فيها ايه؟ المحفز خارجيا هيهتم بالوظيف اللي فيها التعامل مع العملاء هيكون فيها تلبية لرغبات العملاء هيكون فيها اللي مجموعة من المهام وهو عنده تقبل تام لتنفيذ المهام الموكلة اليه بكل دقة هو بينفز اللي بيتطلب منه وبس فبالتالي بيكون محبوب داخل الشركة او المكان اللي بيشتغل فيه بيكون محبوب من المرقوسين بيكون محبوب من الرؤساء لانهو بينفز اللي بيتطلب منه بالزر الشخصية التانية او الشخصيات اللي هي المحفزة داخليا بتكون برضو نجحة بس بتميل الى الزائف اللي يكون فيها استقلال على قدر الامكان يعني بيحاول ان هو يحاول يبحث عن وظيفة او يلاقي وظيفة يكون هو مسيطر على المهام اللي بيقوم بيها وتكون الخطوات او الترتيبات او الخطة اللي بيشتغل بيها تكون نبعة من ترتيبه وتنفيذه هو شخصيا لانه هيكون صعبة جدا بالنسبة للشخص المحفز داخليا انه يتقبل توجهات والمهام المختلفة خاصة لو كانت المهام دي متغيرة هيكون صعبة جدا بالنسبة له او بمناسبة المحفزون بشكل خارجي برضو بيتعبوا لو كانت المهام اللي بتطلب منهم متضربة او متعرضة امثلة تمام امثلة على وظيف تكون مناسبة للمحفزون خارجيا زي مثلا موظف البنك السكرتيرا وكيل اعمال بائع اي وظيفة تكون معتمدة على تنفيذ مهام محددة او تكون لها علاقة بالتواصل مع العملاء عند فيه سكرتيرا هتديها برنامج معين لما حد يسأل علي هتقولي له ان انا مشغول النهاردة خلص هتنفذ اللي انت بتقوله عليه مثلا بيع انت هتبيع لي المنتج ده ب10 دولار خلص هتبيع المنتج ده ب20 دولار اما تقلش مثلا عن 19 دولار خلاص هو هينفذ اللي بيطلب منه بالظرف وفي حالة بحثك هتكون مهتم بالشركة اللي بتدعمل نوع من التشجيع يعني تسني عليك او تشجعك او تدعمك لان انت بتبقى محتاج ده عشان تنجح في المهمة بتاعتك انت محتاج دعم وتشجيع خارجي قبلك من الجزئية دي تيجي مثلا تدور في العنانات الوظائف ركز في المحتوى ولما تروح مثلا تعمل انترفيو ركز في تقدير الشركة لموظفيها لان ده هيكون مهم جدا بالنسبة لك وهيشجعك وهيساعدك ان انت تستمر وتنجح اكتر واكتر في الوظيفة بتاعتك المنسبة اللي بيشتغلوا في الارشاد النفسي يعني دي حقيقة في بعض الشخصيات اللي بيشتغلوا في الارشاد النفسي بيكونوا نكحين جدا اجتماعيا ولكن بيتأثروا دي من ضمن الاسباب الخطيرة او المهمة جدا لناس كتير بتسأل عنها ازاي الشخصيات اللي بتشتغل في الارشاد النفسي بيكونوا هم غير اسوياء بدرجة كبيرة بيكونوا مش متزنين نفسيا بشكل كبير اساسا كشخصيات لو هم بيعتمدوا على التحفيز الخارجي فده بيكون خطر بالنسبة لهم حق لالغام لان وظيفتهم معتمدة على مساعدة المحيط الخارجي في حين هم اساسا بيعتمدوا على التحفيز من الخارج فبتلاقي ان الوسط اللي هم بيتعاملوا معاه بيأثر عليهم بشكل كبير وعلشان كده بتلاقي ان الشخصيات بتشتغل في الارشاد النفسي او في المجالات الصحة النفسية وبتلاقيهم هم نفسهم مش متزنين نفسيا لتأثرهم بالوسط الخارجي لو كانوا هم من الشخصيات اللي بتعتمد على التحفيز الخارجي فده معناه ان هم كمان هيتأثروا بالحالات او هيتأثروا بالعملة اللي بتعاملوا معاهم او بياخدوا منهم استشار اما لو اكلمنا عن الشخصيات المحفزة داخليا فان اخطر حاجة ممكن نتكلم عنها هو العن طبعا الشخصيات دي في شغلها بتعتمد على اللي هي مقتنعة بيه وبس وبيفضلوا عندهم اسرار مستمر ان هم ينفزوا اللي هم مقتنعين بيه فقط لا غير مهما حاولت معاه الحقيقة بعض الشخصيات دي بتكون مش كلها انا بقول بعضها بعضها بيكون تعرض لضغط او توجيه خاطئ خلال فترة من حياته وبالتالي بينغلق على نفسه ما بيصدقش كلام من حد ما بيبقاش عنده ثقة في المحيط الخيادجي بيصدق اللي هو مقتنع به وبس حتى لو حد قاله حاجة لصالحه برضو بيبقى رافض الكلام وبيبقى رافض ان هو يقتنع باي حاجة طالما الحاجة دي ما مردش مثلا عليه قبل كده او ما عندهوش فكرة عنها فبيرفضها رفض تام ممكن مسلا يكون حد كان حطه مسلا في موضع سخرية او اه وجهه بشكل خاطئ فهو بينغلق على نفسه وبيبقى عنده قناعة اللي هيطلع منه بس هو الصح اي حاجة هتجينه من برا هتبقى هتبقى خطأ يعني لو حبيته تتعامله معاه فاهم حاجة ان انت متحاولش تزود عنده معدل للعندي يعني حاول ان انت يكون الحوار بينك وبينه او التعامل بينك وبينه يكون اقرب الى المنطقية شوية بغض النظر عن فكرة التأثير يعني متحاولش تاخد معاه الموضوع بعندي يعني لو انت فيه شخص مثلا بيشتغل او حتى ابنك او بنتك او عين كان الشخص يعني طب خلينا نتكلم في نقاط محددة ازاي تتعامل مع الشخصيات اللي هي بتبقى معتمد على التحفيز الداخلي ولكن الموضوع بيوصل معاها الى انغلاق الشديد جدا والعند هتتعامل معهم ازاي اول حاجة بلاش هجوم بلاش الهجوم محاولة تسيطر لا تحاول تهاجمهم ولا تحاول انك تسيطر عليهم كل اللي انت هتهتم بيه في البداية انك توصل لهم ان انت ما عندكش رغبة في السيطرة ولو قدرت تتوصل لهم القناعة دي دي تتتوصل لهم الفكرة دي فهيبقى فيه نتائج ايجابية بعد كده لكن اهم حاجة يوصل لهم ان انت ما عندكش اي رغبة في انك تسيطر عليهم دي اهم حاجة باني حاجة لما تيجي تقيمهم وتقيم اللي هما بيفكروا فيه حاول تقيمه بشكل متوازن وبشكل عملي وبشكل عقلاني وبشكل منطقي علشان ده هيديهم نور من الراحة اه لو كانت تقييم تقييم اه سلبي او النقد لازع اه فده معناه ان هيحصل عندهم حالة من الغلاق وهيزيد اكتر فالافضل ايه? الافضل ان حضرتك تحاول ان يكون التقييم تقييم ايجابي اه هيعمل لهم نوع من الراحة وبالتالي اه هيبدأوا يتجاوبوا معك لا ما تعتزرش بالعكس لو قعدت تعتزل لشخص عنيد فده بيزيل من العند بتاعه وبيخليه متأكد ان اللي بيعمله صح تحاور ولكن بعقلانية وبمنطقية وهدوء لكن هتقولي ان انا هتزله عشان اكسبه لا دي حالة ردوخ دي انت كده بتتنازل لان احنا متفقين ان هو على خطأ ولكن ازاي هنحاول نوصله ان هو على خطأ احنا كنا خدنا قبل كده استراتيجيات في الحوار وكان من ضمن الاستراتيجيات دي قلنا التدرج فهتستخدم التلميح يعني ممكن تتكلم مثلا في دواير زي ما اتفقنا قبل كده احنا نتكلم في دواير واسعة شوية وبعدين نبدأ شوية شوية بالتدريج واحدة ما تخبطش الحاجة كده مرة واحدة يعني ما تحاولش ان انت تخبط الفكرة كده مرة واحدة لا على طول بالتدريج يعني حاول ان انت تاخد الامور بتدريج تلمح كده بالفكرة تلمح بالموضوع في دايرة واسعة من بعيد لبعيد وبعدين تبدأ تقرب شوية شوية لحد ما ايه ومتوصله للجزئية اللي انت عايزة دايما بالظلط الاستراتيجية دي بتكون نكحة لان هو بيوصل له وانك مش بتهجبه وان انت مش بتعنده وانما انت مش بتحاول تسيطر عليه بيكون مجرد نقاش وحوار هادي بالمناسبة الضغط هيزود العين ده برضو كل ما تضغط اكتر كل ما العين يزيد اكتر فالضغط مش هيجيب اي نتيجة هو ما فيش حل غير الطريقة اللي احنا اتفقنا عليها دي التدرج كل ما هتضغط كل ما هيزيد العيند وهيتمسكه بقرأة اكتر لا 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 لو فشل فشل الموضوع فكر في ان انت تبعد على طول حتى لو كان شريك حياتي ازا وصل الموضوع الى عند مستمر والموضوع باين جدا انه فيه حالة مرضية او فيه حالة غير سوية بناش مرضية دي اه باين جدا ان فيه حالة غير سوية مش طبيعية حاول تبعي بص هو معرفة المعاندين عمليها سهلة يعني مش صعبة هقولك كده على فكرة بسيطة دايما لما كنا ندخل مثلا قاع او المدرج وبنط بصلا من الطلبة اه مهمة معينة اه اقرا كده الورق اللي قدام منك او اقرا مثلا البيان اللي قدام منك او شوف الارشادات اللي قدام منك قبل اه قبل مثلا ما تدخل في الاختبار بتشوف مين بينفذ التعليمات على طول دول كلهم بيبقوا خلاص متعاونين بتلاقي الشخصيات كده عدالك عملك كده خلاص بتعرف ان دول بيبقوا هم اللي عندهم درجة ابن العند على حسب بقى يعني فيه مثلا اوقات ممكن كنت عد يوم واثنين وثلاثة كل يوم كل مطلب مهمة لها شغالة واحدة لها مثلا واحدة او واحد اي ان كان انا بتكلم وكل متجاوب معي وفيش مشكلة تلاقي واحد اتنين تلاتة كده عاديين ما انتعرفش فيه بيني وبينه مش عارف لحية لازم يعني العينات دي لازم يعني ما اعتقدش ان انت هتدخل في قاعة او هتبقى موجود في مكان ومش هيصدفك شخصية من الشخصيات دي فمعرفة الناس المعاندين الشخصيات المعاندة او اللي عندها عندي زيت شوية بيبقى واضح اطلب مهمة من اللي موجودين هتلاقي المتجاوبين معاك واللي مش متجاوب معاك هيبقى خلاص ده اللي عنده عندي يعني هيبقى الموضوع سهل واشي صعب ينطل طب تاني خاطر تشغل المحافزين الداخلية ولا خارجين لا تسأل المحافزون داخلية لان المحافزون خارجين خلاص هيجوا معاهم بالتبعية كده على طول خلاص بشكل طبيعي جدا بالزبط كده يبقى في الاول اول حاجة بتحدد المعاندين اللي هم عندهم انغلاق شديد جدا ده رقم واحد رقم اتنين بتبدأ تطلب مهمة مثلا بتبدأ تسأل الشخصيات عن افكارها اللي هم اعتقدتها ورؤيتها الشخصية او الخاصة فهيبدأ يتجاوب معاك مين المحافزون داخلية بعدها خلاص انت كده سيطرت على اللي موجودين لان المحافزون خارجين هيمشوا مع الباقي اللي موجودين يعني هم هم يمشوا مع الطيارة اطول اشتركوا في القناة